هل تشعر أن الناس يعاملونك بشكل أسوأ بسبب البلد الذي تأتي منه أنت أو أسلافك؟ هل واجهت مشاكل في استئجار أو شراء منزل بسبب المكان الذي تنحدر منه أنت أو عائلتك؟ أو هل كان لديك مشاكل مع جيرانك لأنك أو عائلتك لم يولد في الملايات المتحدة؟ يشرح هذا الفيديو حقوقك وما يمكن القيام به حيال هذه المشاكل المساعدة القانونية لفرمانت تعطي مساعدة قانونية مجانية للناس في ولايات فرمانت يمكنك الاتصال بنا أو إلقاء نظرة على موقعنا على الإنترنت لمعرفة المزيد عن العديد من المشاكل القانونية اليوم سنتحدث عن التمييز في السكن بسبب الأصل القومي وكيفية الحصول على المساعدة دعونا نتحدث عن التمييز في السكن في الولايات المتحدة هناك قوانين تحميك من التمييز بسبب بعض الأشياء حولك أحد هذه الأشياء هو أصلق القومي في الولايات المتحدة ليس من القانون أن يميز الناس ضدك في سكنك بسبب البلد التي تأتي منه أو البلد أو الأمة التي يأتي منها والدك أو أسلافك وهذا ما يسمى التمييز في الأصل الوطني إذا كان شخص ما يعاملك بشكل مختلف بسبب البلد الذي تأتي منه أنت أو عائلتك فهذا هو التمييز القومي كما أنه يعتبر من التمييز القومي إذا كان شخص ما يعاملك بشكل مختلف لأنه يعتقد أنك تأتي من بلد آخر حتى لو لم يكن هذا صحيح عنك أو عن عائلتك كيف يكون التمييز القومي؟ قد يبدو كأنه شخص يفرض بيها منزل لك لأنك أو والديك من المهاجرين المالك يعاملك بقواعد مختلفة عن المستأجرين الآخرين أو جار يقوم بمضايقة لك وفيما يلي بعض الأمثلة إنه تمييز في السكن عندما يقول أحد الجيران الكثير من الأشياء السيئة عن عرقك أو جزء من العالم الذي تأتي منه إنه تمييز في السكن لما سمصار عقارات ينهاك عن العيش في حي لأنه لا يعتقد أنك تتناسب مع الناس الذين يعيشون في ذلك الحي ومن التمييز السكني عندما تخبرك جمعية أصحاب المنازل أنه لا يمكنك تعليق لافتة صلاة تبيتية ولكن يسمح لأشخاص آخرين وضع زينة عيد الميلاد المسيح إنه تمييز في السكن إذا حاول مالك العقار منعك من طهي الأطعمة التقليدية أو نوع من الطعام البدل الذي تأتي منه أنت أو عائلتك هل حددت لك أي من هذه الأشياء؟ هل لديك سؤال؟ اتصل بنا هاتفيا تعال إلى أحد مكاتبنا أو اطلب المساعدة على موقعنا على الإنترنت سوف نقدم لك مترجم مجانا إذا كنت في حاجة اتصل بنا للمساعدة هل تحتاج إلى مترجم؟ قل لنا ما هي اللغة التي تتحدث؟ سنقدم لك مترجم مجاني سنسألك عن مشكلتك ما هي المشكلة ومع من؟ واسمه ورقم هاتفهم كما سنسأل عن اسمك وأين تعيش ومن يعيش معك؟ أو يمكنك زيارتنا في أحد مكاتبنا لدينا خمسة مكاتب في فورمانت يمكنك أن تجد المكتب الأقرب إليك على موقعنا على الإنترنت يمكنك أيضا الحصول على مساعدة على موقعنا على الإنترنت هنا يمكنك معرفة الكثير عن المشاكل القانونية المختلفة لدينا مقالات ومقابع فيديو حول المشاكل القانونية يمكنك أيضا التقدم بطلب للحصول على المساعدة عبر الإنترنت رقم هاتفنا هو 1800-889-2047 مرة أخرى وهذا هو 1800-889-2047 الحكومة الاتحادية وزارة الإسكان والتنبياء الحضرية تمول عملنا الحكومة الاتحادية 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 شكرا